استأذنك طيب يا كابتن سلعوين نروح دلوقتي لأرض الملعب مرة تانية وزملتنا روزان نصرى ولقاء هام طبعا مع المدير الفني لسيدات سالة الأهلي كابتن طارق خيري تفضل يا روزان من جديد مريم برحب بكي طبعا وبرحب كل ضيوفك الكرام وبرحب كمان بكل مشاهدين مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان ألف مبروك مرة تانية فوز النادي الأهلي طبعا في جيمتو على سموحة حاليا معي المدير الفني لفريق سالة سيدات طبعا كابتن طارق خيري برحب بحضرتك على شاشة قناة الأهلي في البداية خلينا أسألك بقى على المواجهة النهاردة وطبعا يعني جيم 1 كمان بسم الله الرحمن الرحيم من أورينا كالعادة تحياتي للي في الستوديو لا ده جيمتو الحمد لله رب العالمين يعني من دائما بتعملي السيناريو للجيم أن انت تلعبي بالـ 12 فيش إصابات تقليل الإجاهد على قد ما تقداري وهي دي الرياضة يعني فالحمد لله أنه ميشي على السينار ده من غير إصاباته كابتن طارق يمكن في جيم وان كان في صعوبة في آخر يعني كوارتر شوية النهاردة يعني خدنا الجيم بشكل قوي جدا مميز جدا كانت إيه أبرز تعليمات للجيم ده إحنا تعليمات نسبت عدم الاستهتار بالخصم قدي كل فرقة اهتمامك لها حتى لو أنت عارفها في مصر هنا أو اللعيبة بصفة خاصة مهما أنت حفزيه على فرقة أنت حاسة أن أنت ممكن تكسبيها ده عدم احترام أو ثقة زيادة سعب بتقدي لعدم توفيق فانت تتغضي ممكن لنسبك تقل دايما نحن بنحذر من القصة دي احترم كل الفرقة فرقة سموحة فرقة محترمة جدا الشباب اللي فيها الشباب كويس عنده سيستم فرقة نسبة في ثلاثة بونتة عالية جدا النهاردة مش موفقين كابتن عماد مميز قدر يخش الأربعة بالهم فترة ما بيخشوش ثالث ورابع الكاس الكلام ده ما بيحصلش بقاله فترة في سموحة فاحنا دايما تحذرنا مع كل المتشوق اهتم بالفرقة كينك رايح تلاعب فاينال دوري او فاينال كاس واستنى التوفيق لان لو انا بس تهتر او انا بلعب باللوس شوية انا ممكن اتعور ممكن الفرقة التانية ديها ثقة زي انبارح كان عندهم ثقة بيلعبه ودايما الجيم الاولاني فيه تنشانة انت ذاتي لا قدر لخص انه نهاردة عندي فرصة لانا بكرة عندي جيم تاني فنوعا ما فيه اريحية سموحة ممكن بدنيا او هو بقاله فترة عندهم شوية مشاكل ممكن الجيم الاولاني عملوا مجهود التاني البدنيا هما قاله بس فده ده السينار لحنا دايما بنقوله للولاد اهتم وقدي اللعيب اللي انت مسكه اهتمامه احنا دورنا كمداربين في اي لعبة انت بتحط رولز لها الدفع ازاي العاب الفرق التانية بتفرغوا عليه حتى فيديو والمميزين فيهم ده يعمل دريب الليمين اكتر ده نسبه اعلى فبتشرحي تفصيليا ازاي توقف اللي قدامك التاني هو بقى بتاعه هو اللعيب عايز ايم الموضوع بس هو جميعا نفس الكلام فالحمد الله رب العالمين مباراة الفاينال يا كابتن يعني سبورتينج او الجزيلة الاثنين فرق قوية جدا طبعا هتشتعل اكتر بقى على اللاعبات في اي قبل المباراة احنا بكرة راحة بالريكوفري السبت وتحد تمرينتين ممكن يبقوا تقال شوية فيها مراجعة على حاجات كتير اول في شغلين احنا الاثنين والثلاث منها شوتينج بنهدي الحملة شوية منها شوتينج ومنها مراجعة على العرب التاني الفرقتين فرقتين محترمين مع الاثنين مداربين محترمين من اول السنة مشاطهم هم مع بعض ده الدوري او ده الفاينال هيجينا الجزيرة هيجينا سبورتينج ان شاء الله ان شاء الله احنا مستعدين لهم عندنا التاكتك او عندنا شغل الفرقتين احنا مقطعينه هنراجعوا قبل الوقت المعسكر وزي ما نقولك انا بحب في الرياض دايما بيبقى فيه جزء توفيق يعني انت بتكتهدي على قد ما تقدري ونتمنى نكمل الخماسية او نتمنى نكمل البلان او التارجت اللي انا حطه للولاد من اول السنة الحد لقتهم الحمد لله محققينه نتمنى يكمل على خير كابتن طارق خيري مدير الفني طبعا لفريق سالة سيدات بشكرك ونورتنا اكيد وكل التوفيق في المباراة الاخيرة شكرا مريم دا كان لقاءنا اكيد مع كابتن طارق خيري يعني بشكرك وعودة ليكي كمان وللكباية المرة تانية في الاستوديو شكرا ليكي روزان نصر ولقاء هام مع كابتن طارق خيري المدير الفني لسيدات سالة الاهل شكرا